نال الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمتها السفارة الصينية لدى البلاد بالتعاون مع جامعة من جمينة حول الصين نال هؤلاء الفائزين جوائزهم في مناسبة جرد بمركز دعم الأبحاث بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تيشو والسفير الصيني لدى البلاد أحمد ياسين عبد الرحمن الحضارة الصينية من الحضارات القديمة التي أثرت التراث الإنساني بفوائد جمع عبر القرون إيمانا منهم بهذا الثراء والدور الذي قامت به الأمة الصينية ومسهمتها في النهوض والرقي وتقدم الإنسانية فقد قامت جامعة جمينة بالتعاون مع السفارة الصينية لدى البلاد بإجراء مسابقات ثقافية عامة في الحضارة الصينية بهدف تعريفها للأمم والشعوب حيث شارك في هذه المسابقة 149 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة وفاز منهم 40 فقط وبعد هذا التكريم فقد توالت الكلمات من بينها كلمة السفير الصيني لدى البلاد والذي أشاد بالعلاقات المتميزة بين السفارة وجامعة جمينة في المجالات الأكاديمية والثقافية وأن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها وستتبعها مسابقات وأنشطة أخرى أما وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسير مكاي حسن تيسو باسم الحكومة قدم جزيل الشكر للصين على تعاونها ووقوفها مع شاد في كافة المستويات خاصة في المجالات العلمية وأن هذه المسابقة سوف تفتح آفاقا واسعة للتبادل العلمي بين المؤسسات العلمية الصينية والشادية ترجمة نانسي قنقر